ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إماما والتقين صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاءا مباركا نافعا مفيدا إخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من الحلقات التعليمية وعدتكم في الأسبوع الماضي بأنني سأكمل الحديث عن شيء من مقاصد الصلاة وأسرارها وحكمها رغبة في أن يعرف المسلم حقيقة الصلاة ويعيش روحها ويتلذذ بمناجاة مولاه سبحانه وتعالى وعز فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليه حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل والمرجل هو القدر الذي يغلي كان يتخنق ويبكي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى خشع عليه الصلاة والسلام وهو الذي علمنا كيف نصلي وهو الذي علمنا كيف نناجي ربنا سبحانه وتعالى كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعرفون قيمة الصلاة ولذلك إذا دخلوا في الصلاة دخلوا فيها بطمأنينة وبخشوع وبمراقبة ويعلمون بأن الله عز وجل مطلع عليهم ناظر إليهم فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا أسيفا كما قالت أم عبد الله عائشة رضي الله عنها كان إذا قرأ القرآن لا يملك دمعته رضي الله عنه ولذلك في مرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم كان يقول مر أبا بكر فليصلي بالناس فعائشة رضي الله عنها كانت تقول يعني تقول لعلك تأمر عمر لأن عائشة رضي الله عنها من ذكائها أنها لا تريد أن يتقدم والدها الصلاة خشة أن يحصل شيء في نفوس المسلمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثقل به المرض وقعد في بيته ولم يستطع الخروج إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم فكر ذلك مرارا ثم قال إن كنا لصويحبات يوسف مرن أبا بكر فليصلي بالناس فصلى أبو بكر بالناس أبو بكر رضي الله عنه في الناس وكان يبكي رضي الله عنه لا يملك دمعته إذا قرأ القرآن هكذا كانوا رضي الله عنهم وارضاهم عمر بن الخطاب هذا العملاق العظيم من عمالقة الإسلام كان في خده خطان من طول البكاء خاصة حينما يقرأ القرآن وحينما يقوم يصلي كانوا إذا دخلوا في الصلاة يخرجوا من كل شيء إليها بقلوبهم وقوالبهم يصلون لا بقوالبهم دون قلوبهم يصلون كحالنا نسأل الله العافية والسلامة وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الذي يصح أن يطلق عنه أنه المحسن الكبير والمتصدق العظيم كان رضي الله عنه يحب الصلاة وكان إذا قام إلى الصلاة يترنم بقراءة القرآن كما قال فيه الشاعر ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآن قموا الليل يقرأ القرآن ويصلي يسبح يعني يصلي قم لله عز وجل وكانوا يحبون الصلاة والربما قرأ القرآن في ليلة رضي الله عنه وارضاه وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه العملاق من عمالقة الإسلام والملة كان يحب الصلاة وإذا قام يصلي أخذ بلحيته ويتفكر ودموعه تسيل على لحيته رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثواهم ومثوانا جميعا يا رب العالمين وهكذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاه كانوا يخشعون في الصلاة لأنهم يعرفون المقاصد من هذه الصلاة ويعرفون عظمة الصلاة ويدركون الأسرار والحكم التي من أجلها شريعة الصلاة فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يحب الصلاة وإذا دخل في الصلاة لا يشعر بمن حوله ولذلك يذكر بأنه إبان حربه مع الحجاج كان راكعا عند الكعبة فمرت حجرة من جنيق ما بين صدره ولحيته وهو راكع فما حرك لذلك ساكنا يعني كأنها قنبلة مرت من تحته ومع ذلك ما حرك لذلك ساكنا هكذا كانوا رضي الله عنهم وارضاه كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعني يصلون صلاة يذوقون حلاوة هذه الصلاة ولذلك سئل بعضهم كيف تصلي قال أتوضى فأحسن الوضوع ثم آتي إلى محل الصلاة فأقف بسكينة وبوقار فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة منصوبة أمامي والصراط تحت قدمين ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاة أم لا ثبت عن بعضهم بأنه سقط جدار بيته وهو يصلي فما شعر لذلك كان أحدهم ربما يقوم الليل فيظن الظان بأن هذه خشبة على السطح كما روي عن محمد بن المنكدر رحمة الله عليه أن ابنته سألته ما لنا لا نرى الخشبة التي نراها في كل ليلة على سطح فلان ابن فلان فكان يقول له هذه ليست بخشبة يا ابنتي هذا هو فلان كان يقوم الليل إذا قام في الصلاة كأنه خشبة من شدة ثباته وخشوعه وطمعنينته في الصلاة ليس كحالنا نسأل الله العافية والسلامة نتململ في الصلاة ولو الإمام مكث خمس دقائق وعشر دقائق لا رأيت من يقول أطلت بنا يمطوع أنت زوت علينا أنت أثقلت علينا وهي خمس وعشر دقائق نسأل الله العافية كان بعضهم من طول قيامه تأتي البلابل والعصافير فتقع على الكواهل وعلى الرؤوس تظن هذا المصلي تظنه جمادا من شدة طول قيامهم لله سبحانه وتعالى هكذا كان ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولذلك كانوا يتلذذون بهذه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر ماذا يقول يقول أرحنا بها يا بلان يعني أرحنا بالمنادات إلى الصلاة إذا ضاق صدره أو اهتم لشيء كان يلجأ إلى الصلاة الآن وللأسف الشديد بعضنا سيفرون من الصلاة تركون حتى المسجد تركون حتى الجماعة وربما أخروا الصلاة عن وقتها ولما تسأله يقول يا أخي أنا مهموم أنا عندي مشاكل عندك مشاكل أدخل في الصلاة فإنها الراحة والطمأنينة وربي ولذلك أخواني وأخواتي كل من عرف قيمة الصلاة وعلم الحكم والأسرار التي من أجلها فرض الله عز وجل هذه الصلاة والله إنها لملجأ له وهي الأمان بإذن الله جل وعلا هي محل الطمأنينة هي محل السكينة هي محل الراحة ولذلك أعرف أناس يقولون أبدا لا يمكن أن نرتاح إلا إذا دخلنا في الصلاة ومن الناس من يقول أنا لا أجد فعلا قيمتي في هذه الدنيا إلا حينما أضع رأسي على الأرض تحية لذي الأسماء الحسنة أو الصفات العولة يقول أتلذذ بهذا السجود يقول أتلذذ بهذا السجود لماذا؟ لأنه عرف معنى السجود لمن تسجد وعرف قيمة السجود وعرف الأسرار من هذا السجود العظيم لله سبحانه وتعالى ولذلك يختلف الناس الآن بعض الناس تجد عنده محبة للصلاة غير طبيعية ليش؟ لأنه فعلا عرف بأن هذه الصلاة فرضها الله عز وجل وأحبها وشرعها حينما شرعها لأجلنا نحن لأجلنا نحن ومن الناس من يعني صلاته هكذا تتجاذبها مثل السفينة تتلاطمها الأمواج مرة يخشع فيها ومرة فيها جفاف وتصحر ومرة فيها تلذذ ومرة فيها لا يدري لماذا يصلي وهذا في واقع الأمر عنده تخبط وتمده مادتان مادة الآخر ومادة الدنيا ومن الناس من لا يعرف للصلاة لذة ولم يذخ لها لذة في حياته أبداً وهذا الذي أخذ الصلاة تقليداً ولذلك إخواني وإخواتي الصلاة كما ذكرت في اللقاء السابق مشتملة على أمور على النيات والمقاصد وعلى الأقوال وعلى الأفعال الصلاة مشتملة على أمور قلبية بمعنى أن تكون لله عز وجل والله جعله وعلى الوحيد سبحانه وتعالى المطلع على ما في قلبك ما يمكن لأحد أبداً أن يطلع على قلبك إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك لما تخرص النية وتصلح الطوية وتنظف السريرة وتجعلها لله عز وجل فإنك قطعت ثلاثة أربعة طريق بإذن الله جل وعلا ولذلك معالجة النية من أهم ما يجب على المسلم أن يقدم عليه أن تكون نيتك لله قصدك لله أن تكون غايتك الله والدار الآخرة وهذه النية مهمة جدا ولأجل هذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات إنما أداة حصر وقلب إنما الأعمال بالنيات يعني إنما صحة العمل أو بطلان العمل بالنية فمتى ما إن كانت النية صحيحة أو سليمة فالعمل صحيح بمتابع أيضا زيادة على ذلك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كانت النية مدخولة وإذا كانت النية مغشوشة وإذا كانت النية فيها التفات لغير الله ما فائدة العمل هذا الأمر الأول الأمر الثاني ما يتعلق بالأقوال فالصلاة مجتملة على أقوال وكذلك مجتملة على أفعال وأظنني في اللقاء السابق أتيت إلى بعض الأقوال منها قضية التكبير لما تكبر تقول الله أكبر لا بد أن تستشعر معنى هذه الكلمة ما معنى كلمة الله أكبر يعني الله أكبر من كل كبير الله عز وجل أكبر من كل كبير ولذلك هنا تعظم الله عز وجل تقوم مقام التعظيم لله عز وجل ولذلك الآن الفرض عندنا صلاة الفرض ما تصح إلا قياما لمن كان قادرا يقول جل وعلا وقوم لله قانتين ويقول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فأنا ما دم تستطيع وغير عاجز يجب عليك أن تقوم لأن هذا مقام التعظيم مقام التقديس مقام الثناء على الله عز وجل تقول الله أكبر يعني الله أكبر من كل كبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش يحمل عرش ربك كم؟ ثمانية كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يقول ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة خمسمائة عام الله أكبر وفي لفظ ما بين عاتقه إلى منكبه مخفق الطير سبعمائة سنة الله أكبر هذا ملك واحد من ملائكة حملة العرش فكيف بالعرش الذي هو سقف المخلوقات وكيف بالله جل وعلا تعالى الله جل وعلا عن الشبيه وعن المثيل وعن النظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عز الله وتعالى الله تقدس الله جل وعلا الله أكبر من كل كبير ولذلك أنت لما تقف تعظم الله عز وجل تقول الله أكبر ثم تأتي بدعاء الاستفتاح ومن أدعيت الاستفتاح تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين وجهت وجهك للذي خلق السماوات خلق الأراضين حنيفا الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد المائل عن الشك إلى اليقين هذا الحنيف الذي كما هو دين الأنبياء حنيفا مسلما وما أنا من المشركين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ثم تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل شيء تقدم إنما هو لله يعني خالصا لله جل وعلا هناك أدعية استفتاح كثيرة كثير من الناس الآن لما يأتي بدعاء الاستفتاح يأتيه بحركة لسان منفكة عن تدبر القلب وإنما حركة هكذا اعتادها يعني أصبحت عادة لا يتفكى الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم تنزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب وتثبت له الكمال المطلق والغنى المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق وله الأسماء الحسنى والصفات العلاء جل الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ثم تقول أستغفرك وأتوب تأتي بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا أنت يعني لا معبود حق إلا أنت ثم يقول أستغفرك وأتوب إليك الاستغفاء طلب الستر وأتوب إليك طلب محو الذنوب التوبة إلى الله عز وجل من التقصير الذي حصل في العبادات ومن الوقوع في المعاصي والخطيئات هذه أدعية أقوال كثير من الناس لا يتفكر فيها الاستعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أنت الآن لما دخلت إلى الصلاة هناك عدو جالس أو رابض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يربض لا يفرحه أبدا أنك تصلي بل يزعجه ذلك ويقلقه هذا العدو هو الشيطان ولذلك يحرص على أن يفسد صلاتك بأي طريق فأنت بعدما عظمت الله ووحدت الله وأثنيت على الله وحمدت الله وكبرت الله وعظمت الله وأتيت بالتوحيد وبالإيمان هنا تأتي فتعتصم بالله تعالى من شر الشيطان وشركه وشره لماذا؟ لأن لا ملجأ لك من الله لا ملجأ لك إلا إلى الله فالله عز وجل هو الملجأ وهو الملاذ ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب ولذلك أنت بأمس الحاجة إلى ربك ومولاك في كل لحظة في كل ذانية في كل طرفة عين تضطرب بها عينك أو نفسه تردد في صدرك أنت بحاجة إلى ربك وإلى مولاك تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لماذا؟ لأنك داخل إلى عبادة وهذه العبادة يحرص الشيطان بل جند نفسه على أن يفسدها عليك من خلال بعث الوساوس الشكوك بعث التهيؤات بعث المشوشات المشغلات وهذا واقع وأنا أجزم وأنا أتحدث معكم كل واحد ينقدع في ذهنه كيفية صلاة وأن أغلبنا وللأسف الشديد والملجأ إلى الله وحده نصلي صلاة جوفاء يابسة جامدة ليس في هذا الخشوع وليس فيها بل بعضنا سلم نفسه للشيطان يعبث به لدرجة أننا نسلم من الصلاة وما ندري كم صلينا وما ندري ماذا قرأنا في صلاتنا وما ندري ماذا قلنا وفعلنا في صلاتنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلوذ بالله وتعتصم به جل وعلا من شر الشيطان وشركه لأنه رابض يريد أن يفسد عليك هذه العبادة والنبي عليه الصلاة والسلام مما كان يستعيد به أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تستعيد بالله تعالى من جميع شرور الشيطان من جميع ما يبثه الشيطان من شرور ومن وساوس وأوهام وتهيئات وتخيلات يحاول أن يفسد فيها صلاته ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم تستعين بالله عز وجل بسم الله يعني أصلي بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الفاتحة والفاتحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه جل وعلا أنها سمها صلاة قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما ساء فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حميدني عبدي الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما ساء كثير مننا الآن لا يهدى إلى الصراط النوم لأنه ما يفكر في هذا الأمر ما يفكر في هذا الدعاء العظيم الذي يدعو به في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين المغضوب عليهم الأمة الملعون التي علمت الحق فتركته والضالون الذين عبدوا الله على جهل وإنما أنت على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في كل انتقال ما بين ركن وركن تكبر تقول الله أكبر أيضا تعظم الله عز وجل حتى لا تنفك عن هذه العظمة وعن هذا التعظيم وعن هذا التقديس لله جل وعلا وأنت بهذا تعتقد بأنك ما تتحول من ركن إلى ركن إلا بالله عز وجل تعظيما وتقديسا له سبحانه وتعالى حتى تبقى دائما في دائرة التعظيم لله ولا تنفك عن هذا طرف تعين التسبيح سبحان رب العظيم في الركوع سبحان رب العلا في السجود أتيت على هذا في لقائي السابق لكن هذه مجرد تذكير هذه التسبيح تقول سبحان رب العظيم تعظم الله عز وجل في الركوع تنزه الله جل له سبحان رب العظيم وفي السجود سبحان رب الأعلى لما كان وضع رأسك على الأرض فيه انكسار وتذلل وضعف وتملق لذي الأسماء الحسنة والصفات العلاء تسبح الله الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى وعز وجل ولذلك هذا المقام وهذه الهيئة أعظم هيئة يكون فيها العبد ويظهر عبودية لله عز وجل ولذلك يستجيب الله دعاء الساجد أقرب ما يكون العبد إلى ربي هو ساجد وليس وهو قائم ولذلك مقام السجود لله عز وجل من أعظم المقامات وهو يعني حالة السائرين على طريق إياك نعبد وإياك نستعين أهل العبودية الذين أظهروا ذل عبوديتهم الذين أظهروا عز ربوبية الله جل وعلا في ذل عبوديتهم لله سبحانه وتعالى أيضا عندنا الأدعية الكثيرة الموجودة في الصلوات يعني مثلا بين السجدتين ماذا نقول نقول رب أغفل لي رب أغفل لي رب أغفل تطلب من الله عز وجل المغفرة الستر تطلب من الله عز وجل أن يمنح قلبك وروحك وبدنك القوة وفي العبادة وفي الطاعة عندنا ما يتعلق بأفعال الصلاة أفعال الصلاة لما كانت أفعال الصلاة فيها شبه من أفعال العادة جاءت النصوص الشرعية لتشير إلى أن لا ينبغي للمصلي أن يجعل أفعال الصلاة مثل أفعال الأفعال العادية ولذلك نحن لما نقوم الآن في الصلاة وقوموا لله قانتين ماذا نفعل نكبر نقول الله أكبر فنرفع يدينا ونشير بها إلى جهة القبلة بهذه الطريقة الله أكبر حينما تقول الله أكبر يقول الله أرفع الحجب بيني وبين عبدي لأن القيام في الصلاة يشبه قيام العادة فخالفه بمثل هذه الطريقة حتى يتميز قيام الصلاة عن قيام العادة كذلك تضع يدك اليمنى على اليسرى بهذه الطريقة تضعها كأنك في حال ذلة وانكسار ولذلك الإنسان إذا كان أمام وجيه من الوجهة دائما تجد يضع يده هكذا ويحني رأسه احتراما وتقديرا أنت بين يدي ملك الملوك أنت بين يدي إله الناس رب الناس جل وعلا ولذلك تقف هذا الموقف الذي فيه سكينة وتذلل وخضوع وانكسار وفيه أيضا تحفظ أنت الآن جالس لما تضع فيه تحفظ أنت الآن في مقام من أعظم المقامات وفيه أيضا ضم ليديك إلى صدرك متحفظا مع هذا التذلل ومع هذا ومع هذا الانكسار أيضا القعود لما كان فيه شبه من القعود العادي جاءت أفعال الصلاة لتخالف القعود العادي هذا كثير من الناس للأسف الشديد ما يدرك هذه المعاني ولذلك القعود في الصلاة يختلف عن القعود العادي ولعلي إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير أبيل لكم كيف يختلف قعود الصلاة عن القعود العادي وكيف يتميز حتى تكون هذه عبادة وهذه عادة انتظروني بعد هذا الفاصل القصير وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أحياكم الله إخواني وأخواتي قبل الفاصل ذكرت لكم أن من مقاصد الصلاة من الأسرار والحكم التي اجتملت عليها أن الصلاة لما كانت مشتملة على نيات وأقوال وأفعال وصلت إلى قضية الأفعال وأن المصلي حينما يقوم لله أو يقعد لله هذا القيام وهذا القعود لما كان فيه مشابه للقيام العادة وقعود العادة تميزت الصلاة عن القعود العادي وعن القيام العادي ذكرت القيام وكيف أن المصلي لما يقوم يرفع يديه استقبل عن القبلة يكبر فيقول الله عز وجل يرفعوا الحجوب بيني وبين عبدي لما يضع يده اليمنى على اليسرى لما نأتي إلى قضية السجود عفوا قضية الجلوس طبعا الجلوس مشتمل على السجود ومجتمل على الجلسة بين السجدين نجد بأن أفعال الصلاة تخالف القعود في الصلاة يخالف القعود العادي ولذلك الآن إذا قعد الإنسان في الصلاة تجد يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى على خلاف القعود العادي فالغالب أن الذي يجلس الجلوس العادي يتربع ويجلس على أي حال وليس له صفة معينة لا المصلي لا يلتزم بحيث يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليه وينصب اليمنى ثم إذا كان في الشهد الأخير تورك ما معنى التورك أن يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى بهذه الصورة كذلك تجد يضع يديه على فخذيه يبسط اليمنى ويشير بالسبابة في عفوا يبسط اليسرى عفوا يبسط اليسرى ويشير باليمنى بالسبابة وينظر إليها حتى يخالف الجلوس العادي كذلك لما يسجد يسجد على سبعة أعضاء الجبهة والأنف والكفين والركبتين وباطن أو باطن أصابع القدمين هذا فعل يخالف فعل العادة ولما يجلس لما يرفع من السجدة هناك ذكر بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني وهدي على ما يذكره العلماء مما ورد عنه وسلم رب اغفر لي رب اغفر لي هذا صح عنه وسلم وما زاد مع الكلام ويحسن هذا كثير من أهل العلم المقصود إخواني وأخواتي بأن هذا القعود قعود ماذا قعود عبادة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهان عن جملة من الأشياء التي يفعلها قد يفعلها بعض المصلين تخرج الصلاة عن كونها عبادة حقيقية وتصير مشابهة لمثلا قيام العادة أو مثلا جلوس العادة أو حتى التشبه بغير الآدميين يعني التشبه بالحيوانات فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى مثلا عن نقر كنقر الغراب يعني نقر الغراب كيف يأخذ قطرة الماء ويرفعها هذا في السجود لذلك تجد بعض المصلين الآن ينقر نقر الغراب يسجد سبحان رب ويرفع بسرعة هذا شابه الغراب هذا الآن صلاته مكروهة وقد تكون باطلة إذا ما تحقق الركن يعني ما سجد سجود الركن الذي يأتي بالواجب منه كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التفات كالتفات الثعلب يعني هو في الصلاة يلتفت التفات الثعلب لالتفات الإنسان في الصلاة أخرجها عن كونها صلاة يعني عبادة وأيضا أخرجها الصلاة عن كونها مشروع لمقاصد عظيمة جدا فإذا التفت الإنسان أصبح يلتفت في صلاته كالتفات الثعلب كرهت صلاته أيضا مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبسط الإنسان ذراعيه بساطة الكلب وهو أن يضع يديه الذراعيه على الأرض هكذا يبسطهما كاملا وإنما الذي يبسط الكثين فقط ويرفع الذراعين لذا إذا فعل هذا شابه الحيوانات كذلك نسمناه عن إقعاء كإقعاء الكلب وهو أن يرفع ساقيه إلى بطنه ويجلس ويرمي بيديه على الأرض كذلك نهى عن عقبة الشيطان وهو أن يجعل اليتيع على الأرض ويفرج بين قدميه هذا من الأشياء التي أيضا نهانا عن أحوال مثلا قضية قال ما لي أراكم كأذنى بخير شمس كيف كان بعض الناس إذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول السلام عليكم قال هذه كأذنى بخير شمس لماذا تحرك؟ فهذا إخراج للصلاة عن روحها وعن مقاصدها الشرعية فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالحيوانات وبالشيطان وكذلك نهى عن يتشبه الإنسان بالقيام العادي أو بالقعود العادي ولذلك الآن إذا جئت لي رجل يصلي ووضع يديه هكذا ويميل برأسه تقول هذا مستهتر فيها صلاة هذا ما يعرف قيمة الصلاة أليس كذلك؟ ما في أحد يمر على شخص وهكذا يصلي يعني بعض الناس الآن تجد عنده من الملل ومن عدم معرفة الصلاة لما يجي كبر يقولك ويضع يديه هكذا هكذا يقولون هكذا ليش؟ لماذا هكذا؟ ولماذا أنت يعني كأنك مغصوب عليها؟ هذه صلاة يا أخي الفاضل اتقوا الله في الصلاة والله إن بعض الناس الآن إذا رأيته يصلي تقول هذا يلعب هذا ما يصلي الصلاة أن ترفع يدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيته مني أصلي كان عليه الصلاة والسلام يضع يده هكذا يقول الله أكبر وانت قل وتضع يدك هكذا ثرميها وبعض الناس يحط يده هكذا يمسك هذه بهذه الله أكبر ما عرفنا والله الصلاة الصلاة اللي عرفناها انتضع يدك على كفك أو تضع على الساعد أما جالس الشكل ما يعني تصلي صلاة ملولة ما الله يا أخي هذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ما عرفت الآن قيمة الصلاة والله لو عرفتها ما تركت سنة من سنن الصلاة لو عرفت حقيقة الصلاة أغلب الناس الآن يصلون والله ما يعرفون حقيقة الصلاة خلاص معتاده يصلي ألف الآباء والأجداد ويعني ماشي يصلي سمع لذا نوصل وين طعم الصلاة وين حلاوة الصلاة وين الخشوع في الصلاة سبب ذلك أننا ما تقيدنا لا بالأركان ولا بالواجبات ولا بالسنن ولا بالمستحبات ولا بالآداب تدرون أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما التبست عليه القراءة في أحد الصلاة أظنها الفجر التبس عليه فالتفت إلى أصحابي بعد الصلاة قال لعل أحدكم لم يحسن وضوءه ما أحسن طهارته شوف كيف تأثر أنه سلم بسبب مصلي وراءه ما أحسن طهارته فكيف الآن أنت تأتي إلى الصلاة وتفعل مثل هذه الأفعال قراءة القرآن في الصلاة هذا أعظم شيء يا إخواني ويا أخواتي أن تتفكر فيما تقرأ سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين المحامد كلها لله التحيات كلها لله هذا الإسماء للإستغراء الحمد لله رب العالمين تتذكر نعم الله عز وجل أعظم نعمة يوم أن جعلك مسلما فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم عفوا إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب أما الدين فلا يعطي الله إلا من إلا من يحب الحمد لله تحمل الله على نعمة الإسلام نعمة الإيمان نعمة الأمن في الأوطان نعمة السلامة في الأبدان نعمة الوظيفة نعمة الرزق نعمة الولد نعمة الزوجة نعم كثيرة ويكفي والله لو شكرت الله وحمدته أن جعلك مسلما هذاك للإسلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله أكبر يقول بعض السلف يقول منذ علمت أن الله رحمن رحيم أمنت الله أكبر وهذه طبعا دعوة على أن الإنسان دائما في الحياة يعيش بين الخوف والرجاء بين الخوف والرجاء لأن أحيانا بعض الناس ربما قاده هذا الأمن إلى التفريط وإلى الوقوع في المعاصي وإلى الوقوع في الذنوب فهنا ربما والعذب الله استولى عليه الشيطان لا الإنسان في الحياة يعيش بين خوف ورجاء عند الموت يغلب جانب الرجاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لله الملك كل شيء ملك لله عز وجل العرش فما دونه ملك لله ملك لله ما يعزب عن ملك الله شيء أبدا ولا يند شيء العرش فما دونه كلهم عبيد مقهورون مربوبون مدبرون والله جل وعلا قدرته نافذة فيه الملائكة فمن العرش والملائكة والسماوات والأرض والأجرام كل شيء ملك لله ولله ملك السماوات والأرض مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين العلماء يقولون هنا إياك نعبد أصلها نعبد إياك فتقديم التقديم هنا القصد منه حصر العبادة لله أن العبادة لله وحده لا شريكة يفيد تقديم المعمول على العامل أن تكون العبادة لله جل وعلا وحده لا شريكة ولذلك هذه الآية الكريمة هي في واقع الأمر هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر يقول حسن البصري يقول أن الله جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن وجمع علم القرآن كله في المفصل المفصل طبعا من سورة قاف إلى الناس وجمع علم المفصل كله في سورة الفاتحة وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين نعبد إياك و نستعين بك فمن العبد العبادة و من الله عز وجل العون إياك نعبد و إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله عز وجل الهداية إلى الصراط و في الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين آمين آمين يعني اللهم استجم قراءة سورة البعض قراءة قل هو الله أحد قل يا أيها الكاثرون سورتي الإخلاص هذه القراءة يجب على الإنسان أن يتبصر بها و لذلك إخواني و أخوات أغلب الناس الآن تفكرهم في يعني الصلاة أو يعني اهتمامهم في الصلاة في الأدعية أكثر من اهتمامهم في تدبر الآيات و عندنا قاعدة شرعية إخواني و أخواتي أن ما كان ابتداء الحال من الله جل وعلا و انتهاؤها هو من متعلقات الله أو من الله و إلى الله هذا أفضل مما تعلق بالله من أحد طرفيه بمعنى القرآن كلام الله صفة من صفاته منه بدأ و إليه يعود هذا القرآن التعلق به و التدبر هذا القرآن و التفكر فيه هذا أفضل من حيث الأفضلية من التسبيح أو التهليئة التكبير أو الدعاء هذا أفضل لماذا؟ لأن هذا من الله و إلى الله أما بقية المثل الأذكار هذه من الله و لكن لا تعود إلى الله عز وجل ليست كالقرآن و لذلك أغلب الناس الآن اهتمامهم بالأدعية اهتمام بالأذكار هذا مطلوب في الصلاة قد يكون واجب أحيانا مثل التكبيرات لكن أنا أتكلم على قضية الاهتمام أن تهتم أكثر بأن تعرف معاني الآيات القرآنية تعرف تفسير الآيات القرآنية تعرف المقاصد من هذه الآيات القرآنية التي تقرؤها في صلاتك و لذلك مثلا نجد أن مثلا في المحبة شيئا الجمال و الكمال هذا الشيء أن إذا أحببت شيئا إما لكماله و جماله و إما لإنعامه و إفضاله إما لإنعامه و إفضاله يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليه و لذلك لما نأتي في محبة الله عز وجل نحن نحب الله عز وجل محبة كمال و محبة جمال و محبة إنعام و إفضال فالله جل وعلا له الكمال المطلق و له الجمال المطلق و له الجلال المطلق و منه سبحانه و تعالى الرزق و منه الإنعام و منه الإفضال فما بكم من نعمة فمن الله و أسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة الذي يحب الله عز وجل لجماله و لكماله هذا أفضل من من يحبه لإنعامه و إفضاله لأن محبته جل وعلا متعلقة أو محبة الله متعلقة بالله من جهة أن جلاله و كماله سببها و هي متعلقة بالذات و متعلقة بالصفات أما المحبة الأخرى التي سببها الإنعام و الإفضال و هما خلق من خلق الله تعالى فإنه تابع لهذه المحبة محبة الجمال و محبة الكمال و لذلك ملاحظتهما شغل بغير الله لأنك تقول كأنك تقول يعني ما دمت أنك تنعم علي فأنا أحبك فيها نوع يعني كأنك تقول بأنه ما دمت أنك ما تنعم علي أو أفقرتني فيعني تذهب هذه المحبة أو تضعف و لذلك المحب للجلال و الكمال مشغول بالله من وجهه و المحب لإنعامه و إفضاله سبحانه و تعالى مشغول بالله تعالى من وجه واحد و هو بالإنعام و بالإفضال و لأجل هذا تأتي محبة الجمال و الكمال الذي لله عز وجل هي المحبة التي تستولي على القلب تستولي على القلب و هي متضمنة لمحبة الإنعام و الإفضال هكذا يعني المؤمن في صلاته يتعلق بآيات الله عز وجل التي هي صفة من صفاته سبحانه و تعالى وحده لا شريك له تعلق بها و يتأمل و يتدبر و يتفكر في هذه الآيات القرآنية و ربما يستعد قبل الصلاة بقراءة تفسير هذه الآيات و النظر فيها خاصة سورتي الإخلاص التي كان يتعاهدهم النبي عليه الصلاة و السلام قبل طلوع الشمس و بعد غروبها كان يتعاهدها عليه الصلاة و السلام لما اجتملت عليه من توحيد الله و الإيمان به و يان عظمته و أنه ليس كمثله شيء و أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنة و الصفات العلا و أنه له الكمال المطلق و الجمال المطلق و الجلال المطلق و له الكبرية و له العظمة و أنه لا يشبهه شيء و لا يماثره شيء سبحانه و تعالى و عز كذلك مثلا لما يأتي الإنسان ليختم الصلاة يختمها بماذا؟ يختمها بهذه التحيات التحيات لله كلها لله عز وجل و الصلوات و الطيبات ثم يصلي على النبي عليه الصلاة و السلام يصلي على عباد الله الصالحين و يشهد لله جل وعلا بالوحدانية و لنبيه بالرسالة ثم يصلي على إبراهيم و على آل إبراهيم بعدما يصلي على نبينا محمد عليه الصلاة و السلام و جاء أيضا في لفظ صحيح الصلاة على النبي عليه الصلاة و السلام و على أزواجه و على آل بيته هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه ثم يصلي على إبراهيم وذلك لأن إبراهيم هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام أبوه لأنه أبو الأنبياء وأبوه النسب أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع أنه ابن لإسماعيل يعني نسبه يمتد إلى إسماعيل وإسماعيل ابن إبراهيم والنبي إبراهيم وأبو الأنبياء ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء خاتم الأنبياء وهناك مشابهة بين إبراهيم وبين محمد عليه الصلاة والسلام من حيث الحوادث التي جرت لهم كذلك يدعو الله عز وجل في آخر التحيات يدعو الله عز وجل هذا الدعاء عظيم لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه أصحابه كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر و من عذاب النار و من فتنة المحية و الممات و من فتنة المسيح الدجال الله أكبر أعوذ بك من عذاب في النار و من عذاب في القبر و من فتنة المحية و الممات و من فتنة المسيح الدجال يستعيد العبد المسلم بالله عز وجل من فتن أربع من أخطر الفتن أخطر الفتن فتنة القبر وهذا يثبت عذاب القبر كما أن ثبت نعيم القبر في أحاديث كثيرة كذلك هذا يثبت عذاب القبر وأن القبر إما روض من رياض الجنة أو حفر من حفر النيران كذلك يستعيد بالله تعالى من عذاب النار نعوذ بالله من النار لأن الله جل وعلا خلق الجنة والنار وعد لها أهلون يستعيد بالله تعالى من فتنة المحية والممات فالحياة فيها فتن وعند الوفاة فيها فتن ثم يستعيد بالله تعالى من فتنة المسيح الدجال الذي ما من نبي إلا وحذر أمته منه ثم يقول بعد ذلك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا شوف لاحظ كيف الدعاء هذا الذي يجعلك في آخر الصلاة تتهم نفسك وتحاول أن تهضم حقك تقول الله أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك ورحمني أنك أنت الغفور الرحيم هذا هضم لحق النفس وأيضا الإنسان قد يعني يقع في شيء قد يعلمه قد لا يعلمه كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أيضا دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعسن عبادتك هذه أدعية قال قبل السلام كلها فيها معاني عظيمة نحن الآن لسان يضطرف فقط وقلب الله ما ندري ماذا قلنا وماذا دعونا فيا أخواني ويا أخواتي الصلاة لها حكم لها مقاصد لها أسرار الله الله فيها تعلموها بارك الله فيكم وأعظم شيء إذا أردتم فعلا أن تدركوا هذه المعاني أن تأتوا بأركان بشروط الصلاة طبعا تهتموا بشروط الصلاة وبأركان الصلاة بواجبات الصلاة وبسننها وبآدابها وأن تعظموا هذه الصلاة تعظيما على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فعلا تشعرون بعد ذلك بقيمتها وبطعمها انتهت الحلقة وانتهت المساء المتعلقة بمقاصد الصلاة أتيت بها على إجمال أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في إصالي يعني شيء ممكن أن ينفعكم وأن تعيدوا صياغة أنفسكم مع هذه الصلاة وأن تظهر الصلاة بثوب وبشكل جديد لما تأخذوا بهذه التعاليم ألتقيكم غدا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم في تقلبهم